السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام متابعي قناة بيزا بيست وان التعليمي فيه سؤال بيتقرر كتير جدا في التعليقات وبنتسيله كتير على صفحات الفيسبوك هل سيتم قبول البحث الذي تقل عدد الكلمات فيه عن العدد المطلوب؟ يا طرعنا لو عملت بحث البحث ده عدد الكلمات بتاعته قلت عن العدد المطلوب هل البحث بتاعي حيتقبل؟ وفيه سؤال كمان طب لو زودت عن العدد المطلوب هل فيه مشكلة؟ تعالوا ما نشوف رد وزارة التربية والتعليم إيه على الكلام ده أول حاجة قرار من وزارة التربية والتعليم بمنح الطالب الدرجة النهائية إذا أتم المشروع البحثي ده قرار من الوزارة إن أي طالب أتم المشروع البحثي بتاعه ياخد الدرجة النهائية قرار ما فهوش أي رجع وإتمامت للفائدة نسكر ما يلي بالنسبة لأبحاث من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الاعدادي فإن المؤكد في القواعد المنظمة لها ما يلي أول حاجة يمكن كتابة البحث بخط اليد وبالقلم العادي تمام؟ عشان الناس اللي بتسأل ينفع أكتب بخط اليد؟ رقم 2 لا يشترط في البحث أن يكون مكتوب على الكمبيوتر مش شرط إن أنا روح أكتب بحث على الكمبيوتر اللي عنده القدرة يكتب اللي ما عندهش قدرة يكتب بخط اليد على ورق عادي رقم 3 لا يشترط الالتزام بعدد كلمات البحث وده الإجابة على سؤال الفيديو بتاعنا النهاردة إنه مش شرط إن أنا أزود عدد الكلمات أو أنقصها لكن خلي بالك لو حتزود عن عدد الكلمات المطلوبة منك ما تزودش قوي ليه بقى؟ لأن كل ما تزود في عدد كلمات البحث وتقبر حجم البحث بتاعك كل ما هياخد وقت في الرفع على المنصات الإلكترونية لما يجي المدرسة سواء تسلمه ورقي أو تسلمه إلكتروني ما تيجي ترفعه على المنصات هياخد وقت كبير فياريت لو هنزود نزود بقدر معقول كذلك الأمر ممكن أن أنت تنقص عن العدد المطلوب يعني مثلا لو هو قيل لك يكتب ربعمية كلمة أنت ممكن تنقص تخليها مثلا 350-360 لكن ما تقللش عن كده يعني بالقدر المعقول بعد كده رقم 4 لا يشترط الالتزام بقالب معين للبحث بل يمكن للطالب تنظيم البحث بطريقته الخاصة الناس اللي عمالها تدور على قوالب البحث وإحنا مش عارفين نجيب القوالب منين والقالب بنزلها ومش عارفين نكتب عليها يا جماعة ما فيش أي مشكلة القالب البحث مش ضروري أنت مش مطالب بيه مش إجباري نظم أنت هات ورقة فولسكاب عادي ونظم بطريقتك البحث بطريقة منظمة ما فيش أي مشاكل رقم 5 الطالب الذي يتم البحث عليه الانتظار حتى يتم تحديد جهة استلام البحث في الأول من مايو القادم إن شاء الله الطالب اللي يخلص البحث بتاعه ما يسلموش لأي حد هتخليه معاك لحد أول يوم في شهر 5 حيتم الإعلان عن طريقة التسليم وجهة التسليم إحنا لحد دلوقت مش عارفين البحث حنسلمه فين في المدرسة أو في الإدارة لسه جهة الجهة اللي انت هتسلم لها البحث كمان مش متحددة رقم 6 الطالب الذي لا يقوم بعمل البحث وتسليمه لن ينتقل إلى الصف الأعلى وينتظر دور ثاني في أول سبتمبر الطالب اللي مش هيقدم البحث أي طالب مش هيقدم البحث بتاعه ويسلمه هينتظر يمتحن امتحانات الدور الثاني في أول شهر 9 مرفق مع الملاحظات صورة من قرار وزارة التربية والتعليم بإعطاء الطالب الدرجة النهائية إذا أتم المشروع البحثي دي قرار حوريه لك ها قرار من الوزارة إن أي طالب بيتم المشروع البحث ياخد الدرجة النهائية ودي صورة القرار اللي جاي من الوزارة بإن أي طالب بيتم مشروع البحث ياخد الدرجة النهائية وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا في الرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته